السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم درس جديد على قناتنا في اليوتيوب هذا الدرس رح يكون مختلف قليلا عن الدروس اللي موجودة على القناة في هذا الدرس رح نتطرق على كيفية تطوير مهاراتك في مجال التحكم الصناعي وخاصة في مواضيع اللي تخص البيالسي أخذنا في الكورس اللي موجود حاليا أو آخر كورس اللي يخص البيالسي اللي موجود حاليا هو كورس البيالسي المستوى الثالث وإن شاء الله في كورسات أخرى تخص موضوع البيالسي أخذنا في الكورس المستوى الثالث هو بيالسي الاس 7 1200 من شركة سيمينز في هذا الكورس اطرقنا على كيفية برمجة هذا النوع من البيالسي باستخدام برنامج التي آي بورتال من شركة سيمينز أيضا حتى تطور مهاراتك في هذا المجال وفي مجال التحكم الصناعي بشكل عام لازم تتعلم على سبيل المثال واجهات اسكادة وشاشات الـ HMI فإن شاء الله في كورس رح ينزل قريبا يخص هذا الموضوع وأيضا كيفية احترافه بشكل عملي أو بشكل محاكاة إذا أنت ما تمتلك بيالسيح أملي في هذا الدرس رح نوضح كيفية ربط بيالسي الألف ومائتين من شركة سيمينز بشاشة HMI من شركة سيمينز أيضا فمثل ما تلاحظون حاليا عندنا واجهة شاشة HMI هذه الشاشة تم تصميمها على برنامج الـ TI Portal باستخدام الـ 1CC فمثل ما تلاحظون حاليا تم تصميم مواجهة بسيطة فقط حتى نوضح مبدع عمل وكيفية الربط فأول شيء عندنا الشاشة بها منفذين إثرنيت وغذيناها بـ 24V DC من خلال هذا الباور سبلاي أيضا عندنا الـ PLC الـ 1200 بمنفذ إثرنيت متصميم مباشرة مع شاشة الـ HMI شاشة الـ HMI بالنسبة للبورت الثاني اللي باللون الأصفر متصل مباشرة مع الكمبيوتر حاليا من على الكمبيوتر بالإمكان أنك نتحكم بالـ PLC وأيضا نتحكم على برنامج الـ TI Portal أو نتحكم بشاشة الـ HMI يعني بنفس الوقت نتحكم بالجهازين من خلال الكابل الأصفر اللي متصل على الكمبيوتر يعني لأن أصبحت حاليا كأنما نفس الشبكة نفس الشبكة اللي متصل حاليا مثل ما تلاحظون لدينا هذه واجهة الـ HMI بسيطة فقط للتوضيح فكرة حاليا إذا شغل مثل ما تلاحظون اشتغل عندي وتغير أعطاك إنيميشن معين وأيضا الأوتوت هذا يعني تم تفعيله أيضا بالنسبة للثاني مثل ما تلاحظون وهذا أيضا تم التفعيل نفس الحالة وهكذا أيضا هذا تم التفعيل في حالة الأطفاء إذا نعمل أطفاء نفس الحالة مع باقي الأجزاء مثل ما تلاحظون الإنيميشن نوعا ما جيد بشاشات الـ HMI اللي تابع على شركة سيمينز وأيضا في كامل التحكم أنت حسب تصميمك وراح نلاحظه بعض قليل على برنامج الـ TI Portal إذا نضغط على البوم ستيتوس نبين حالات البوم فعملنا جد والبسيط البوم اللي هي البوم 1, 2, 3, 4, 5 وحالاته وأيضا إذا في أمبير لكن حاليا ما موجود عندي بومب فهذا رح يكون يبقى صفر وإذا Description لكل بومب أنت بالإمكان أنك تكتبه في هذا المكان نرجع على الشاشة الرئيسية إذا نعمل تشغيل الأول والثالث وبعد نضغط على بومب ستيتوس هذه رح تلاحظون أنه حاليا الأول والثاني في حالة الإطفاء أو في حالة الأول والثالث أو في حالة التشغيل أنت كلها بالإمكان أنك تتحكم فيها إذا نعمل أطفاء نرجع على الشاشة هذه نعمل تشغيل للثالث عفوا للثاني ونرجع لو تلاحظ الأول والثاني والثالث تم تشغيلها أو أيضا مثل ما ذكرت إذا في حالة الـ أيضا رح يشتغل لك في هذا المكان إذا الحمل يعني إذا مربوطة مضخة أو شي بالإمكان أنك تنقل حتى الأنبير أو الفولت أو السرعة كلها بالإمكان أنك تنقلها بطريقة احترافية بحسب مهاراتك في هذا المجال حاليا رح ننتقل إلى شاشة T-I Portal هذا حاليا برنامج T-I Portal مثل ما تلاحظون ربط PLC 1214 DC-DC RLA مع شاشة HMI من شركة CMOS بالنوع TB700 هذه ربطناها وضبطنا الـ IP وإن شاء الله رح يكون في كورس كيفية ربط هذه الأمور بشكل احترافي وكيفية تعامل معها وكيفية ضبط إعداداتها بشكل احترافي خطوة خطوة مثل ما تلاحظون حاليا إذا نذهب إلى Accessible Devices اللي شرحنا عنها في كورس PLC المستوى الأول هذه أضغط عليها رح يظهر عندي وبعدها أعمل Start Search رح يظهر عندي في جهازين متصلة على نفس الشبكة الجهاز الأول هو PLC والجهاز الثاني HMI إذا نحدد PLC ونعمل Flash LED حتى نكشف عليه مثل ما تلاحظون حاليا بدأ يعمل Flash على PLC أيضا بنفس الطريقة إذا نحدد HMI نرغل PLC حدد HMI نعمل Flash تلاحظون حاليا شاشة HMI تعمل Flash مثل ما تلاحظون حتى تدل على أن هذه المعلومات هي خاصة بالجهاز الذي حددته مثل ما تلاحظون إذا تريد تعرف معلومات إضافية عن كل جهاز بالإمكان أن تضغط Show وتظهر لك كل المعلومات الخاصة بكل الجهاز حاليا طبعا أنا ضايف ها مبرمج هذي فقط كود بسيط لتوضيح الفكرة أيضا بنفس الطريقة هذه هي شاشة HMI TP700 هذه الشاشة الأولى Screen1 وهذه هي إعدادات أو هذه هي التصميم الخاص فيها مع ضبط الإعدادات الخاصة بالشاشة طبعا في إعدادات وكيفية تربطها مع PLC كلها رح نشرحها خلال الكورس أيضا في عدن هذه الشاشة الثانية طبعا فقط عملناها بشكل سريع فقط لتوضيح الفكرة أيضا هذه بالإمكان أنك تشغلها ك Start Simulation حتى تشغل هذه الشاشة ك Run Time مثل ما تلاحظون فبالإمكان أنك تشغلها بشكل محاكات وإذا أنت تستخدم العملي بالإمكان أنك تستخدم ها بشكل عملي كل هذه المواضيع رح نشرحها خلال كورس منفصل على قناتنا في اليوتيوب إذا أنت تحب هذا الكورس وحيد تحب التعمق في هذا المجال ياريد تكتب نا في التعليقات حتى نبدأ في كورس احترافي خص شاشات الـ HMI وواجهات سكادة بشكل احترافي وأكثر تفصيلا إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة